هي زيارة رمزية تفتح باب المصالحة على مصرعيه بين المغربي وإسبانيا رئيس الحكومة الإسبانية حل بالعاصمة المغربية الرباط بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس وخلال اجتماعه بالعاهل المغربي التزم بيدرو سانشيس بتدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين مدريد والرباط علاقة تكون مبنية على الشفافية والاحترام المتبادل سانشيس جدد كذلك التأكيد على دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي المغربية لحل نزاع الصحراء أعتقد أن هذه لحظة تاريخية وضرورية لبلدين معا وهي تؤكد طبيعة علاقتنا فنحن بلدان جاران وصديقان وشريكان والعلاقات الثنائية استراتيجية لكل منا التعاون المتقدم والمعمق بيننا سيكون له منفع مشتركة وعكس ذلك لا يعد خيارا لنا وفي هذا الإطار أكد سانشيس أن أول مظاهر كسر الجليد بين الرباط ومدريد تتمثل في عودة حركة السلع والأفراد وإعادة فتح المعابر الحدودية لسبتا وامليليا ويرى مراقبون أن تحرك مدريد يأتي استجابة للنداء العاهل المغربي في أغسطس الماضي حين دعا إلى إرساء مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين هذه الزيارة تعتبر بمثابة منع التفتاريخ في العلاقات المغربية الإسبانية لأنها جاءت بعد أزمة كبيرة عشتها هذه العلاقات خاصة عند استقبال إسبانيا لزعيم البوليساريو واليوم أعتقد أن هذه الزيارة سوف تكون فقط لتجاوز الماضي بل لبناء مستقبل أفضل سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو لدعم موقع المغرب داخل الاتحاد الأوروبي وبالفعل شكل اللقاء بين رئيس الحكومة الإسبانية والجانب المغربي فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين إذ تم الاتفاق على إعادة تفعيل العلاقات الثنائية في إطار خارطة طريق تجمع قطاعات الشراكة بين البلدين وتماهد لمشاريع كبرى سترى النور خلال الأشهر المقبلة يفتح التقارب المغربي الإسباني الأبواب أمام عهد جديد بطعم الثقة والتعاون مما سينعكس بشكل إيجابي على أسس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وبين الرباط والاتحاد الأوروبي أيضا في مجالات عدة تشمل على وجه الخصوص القطاعين الاقتصادي والأمني ابتسام حجاج سكان نيوز عربية الرباط